بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمي العنوان حساب النهايات وإزالة حالة عدم التعيين بشرح مفصل للسنة الثانية ثانوي أنصح به شعبات العلوم التجربية والتقني رياضي والرياضي لأنه فيديو رائع ويعلمك كل الحالات في إزالة عدم التعيين حيث قال لمت إكس مربع زائد إكس زائد واحد لما إكس يؤلي إلى نقص مال نهاية ولمت إكس مربع زائد إكس زائد واحد لما إكس يؤلي إلى زائد مال نهاية ولمت ناقص إكس مكعب زائد إكس لما إكس يؤلي إلى نقص مال نهاية ولمت إكس زائد واحد على إكس زائد واحد لما إكس يؤلي إلى نقص مال نهاية ولمت إثنان إكس زائد واحد على إكس زائد واحد لما إكس يؤلي إلى زائد مال نهاية ولمت x مربع x زائد 2 على x مربع ناقص 1 لما x يؤول إلى ناقص 1 بقيم أقل ولمت x زائد 2 على x مربع ناقص 1 لما x يؤول إلى الواحد بقيم أكبر ولمت 1 على x ناقص 1 لكل مربع لما x يؤول إلى الواحد ولمت x مربع ناقص 1 على x زائد 1 لما x يؤول إلى الناقص 1 ولمت جذر x زائد 3 ناقص 2 على x ناقص 1 لما x يؤول إلى الواحد ولمد cos x ناقص 1 على x لما x أولي إلى 0 ولمد sin x على x لما x أولي إلى 0 ولمد جذر x مربع زائد 1 ناقص x لما x أولي إلى زائد ما لا نهاية ولمد جذر x مربع زائد x زائد x هنا ناقص x وهنا زائد x لما x أولي إلى ناقص ما لا نهاية وهنا زائد ما لا نهاية ولمد جذر 2 في x مربع زائد 1 ناقص x لما x أولي إلى زائد ما لا نهاية ولمد جذر x ناقص 1 على x ناقص 1 لما x أولي إلى 1 بقيم أكبر إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل ننطلق أبنائي في الحال قبل كل شيء علينا أن نذكر حالة عدم التعيين المعروفة إذن عندنا حالة عدم التعيين عندنا زائد مال نهاية مع ناقس مال لكن بينهم الجمع ليس الضرب نجد في مكان زائد والآخر ناقس وبينهم الجمع فهذه حالة عدم التعيين عندنا كذلك أبنائي مال نهاية إذن ما لا نهاية على ما لا يهم هنا زائد أو ناقص المهم ما لا نهاية على ما لا نهاية كذلك حالة عدم التعيين عندنا كذلك صفر في ما لا نهاية لا يهم الزائد ما لا نهاية المهم صفر في ما لا نهاية كذلك حالة عدم التعيين وعندنا كذلك صفر على صفر كذلك حالة عدم التعيين هذه حالة عدم التعيين التي نتعامل معها إذن ننطلق أولا أبناء لميت إكس مربع زائد إكس زائد واحد لما x يقول إلى ناقص مالا نهاية لو نعوذ هنا تعوذ نجد هنا زائد مالا نهاية وهنا ناقص مالا مالحة لتنتعين هذه لكن هنا بما أن ندل كثيرة حدود فنقول مباشرة تصلينا أكبر حد يعني limit x مربع لما x يقول إلى ناقص مالا نهاية عوذ هنا ناقص مالا نهاية مربع ماذا تعطي لكم؟ تعطي لنا زائد مالا نهاية نأتي الآن إلى النهاية الأخرى التي قال limit x مربع زائد X زائد 1 لما X يؤول إلى زائد 1 نأتي إلى أكبر حد هنا مباشرة ونقول limit X مربع لما X يؤول إلى زائد ملا نهاية وهذه أكيد تعطي لنا زائد ملا نهاية نأتي بعدها أبنائي إلى النهاية الأخرى اللي هي limit ناقص X مكعب زائد X لما X يؤول إلى ناقص ملا نهاية نأخذ بما أنها كثير حدود نأخذ إلا هذه فقط سبحانا هكذا limit ناقص X مكعب لما X يؤول إلى ناقص ملا نهاية هنا عوضوا ناقص مال نهاية في ناقص مال نهاية في ناقص مال نهاية كم تعطي لكم؟ تعطي لكم ناقص مال نهاية والناقص الذي بالخارج تعطي لكم زائد مال نهاية هكذا حتى تفهموا تخيلوا ناقص في ناقص مال نهاية في ناقص مال نهاية في ناقص مال نهاية الناقص في الناقص زائد في الناقص ناقص في الناقص صبح لنا زائد أرجو قد فهمتم بعدها نأتي الآن أبني إلى النهاية هذه هنا limit x زائد 1 على x زائد 1 لما x يؤل إلى ناقص ملانية هنا مباشرة عليكم أن تفهموا أن limit 1 على x زائد 1 لما x يؤول إلى ناقص أو زائد ملانية هذه معروفة أنها تستعيل لنا الصفر إذن هذا ذهب إلى الصفر يبقى لكم إلا هذا limit x لما x يؤول إلى ناقص ملانية كم؟ تعطي لكم مباشرة إنها ناقص ملانية يقول أحدكم ولو كانت عند زائد ملانية لقلنا كذلك limit x زائد 1 على x زائد 1 لما x يؤول إلى زائد ملانية هذه تذهب إلى الصفر تبقى لكم نهاية x لما x يؤول إلى زائد ملانية كم تعطي لكم؟ أكيد سوف تعطي لنا زائد ملانية فقط أرجو قد فهمتم هذه النهايات بعدها نأتي الآن إلى الجزء الآخر الجزء الآخر قال كذلك limit 2x زائد 1 على x زائد 1 لما x يؤول إلى زائد ملانية هنا كذلك أبنائي بما أن لو نعوذ هنا تعطينا ما لا نهاية وهنا ما لا نهاية على ما لا نهاية حالة تتمتعين يعني هذه الحالة هنا ما علينا إلا أن بما أن هذه دالة ناطقة نقول أكبر أس أكبر حد على أكبر حد تصبح لنا الليمت 2x على x لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية يذهب هذا مع هذا تصبح لنا مباشرة 2 أرجو قد فهمتم وتقول قاعدة إذا حاسبنا النهاية عند المال نهاية لهم زائد والنقص ووجدناها قيمة منتهية يعني لم نجدها مال نهاية فنقول أن منحنى الدالة يقبل مستقيما مقاربا موازل محور فواصل معادلته يجري يساوينا هذا العدد لهو 2 حتى ولو وجدناه 0 لقلنا 0 بعدها أبنائنا تلآن إلى هذه النهاية لو نعوذ هنا تعوذ مباشر للمت x زائد 1 زائد 2 على x مربع ناقص 1 لما x يؤلينا ناقص 1 بقيم أقل لو نعوذ في البسط كم نجد نجد قلنا ناقص 1 زائد 2 والمقام عوذ هنا بناقص 1 مربع يصبح هنا 1 1 1 ناقص 1 البسط يصبح لكم 1 على 0 1 على 0 هي ليست حدد المتعين لكن تبقى لنا قضية إشارات يا أبنائي لاحظوا وانتبهوا كيف نتعامل مع هذه الحالة لما نجد عدد على 0 عدد على 0 ما عدد 0 الصفر على 0 حدد المتعين عدد على 0 هو قضية ليست حدد المتعين إنما هي المال نهاية لكن ما هي هل هي زائد ملنة أو ناقص ملنة نركزوا هنا معي أبنائي هنا ما علينا إلا أين حدث المشكل وجدنا فوق 0 1 وفي المقام 0 معناه نذهب إلى المقام مباشرة ونحدث له جدول إشارة x مربع ناقص 1 أين يعدم؟ أكيد يعدم عيدا ناقص 1 و 1 هكذا وهكذا انتبهوا أرجوكم إلى هذه الحالة إذن أولا نأتي حدث المشكل في المقام فنحدث إشارة المقام عندنا هنا هذه عبارة من الدرجة الثانية خارج مجال جذرين نفس وداخل مجال جذرين العكس نحن قلنا ناقص 1 بقيم أقل هذا الرمز x يقول إلى ناقص 1 هكذا معناه x أقل من ناقص 1 انظروا في هذه الجهة ماذا نتحصل؟ انظروا نتحصل على صفر نتحصل على زائد فنقول 1 على صفر زائد 1 على صفر زائد هذه تساوي لنا مباشرة زائد معناه يقول أحدكم وإذا وجدت هنا ناقص فنقول ناقص في زائد يعطينا نناقص أرجو قد فهمتم ثم بعدها كذلك نأتي إلى نفس الحالة لكن لما x يؤل إلى الواحد بقيم كبرى في البسط نعوذ هنا بالواحد قلت إلى الواحد وعوذ هنا بالواحد المقام أكد سوف تجد أنه صفر أما البسط نصبح لنا 1 زائد 2 اللي هو ثلاثة على صفر لكن نأتي الآن نأتي إلى إشارة المقام ها هي أمامكم في الجدول الواحد بقيم أكبر الواحد بقيم أكبر انظروا ماذا وجدنا؟ كلمة زائد معناها صفر زائد وكلمة ناقص معناها صفر ناقص فنصبح لنا ثلاثة على صفر زائد قلنا العدد على الصفر هو ما لا نهاية؟ طب قلنا ما لا نهاية؟ قلنا قضية الإشارة هنا عندنا زائد ثلاثة في صفر زائد تصبح لنا كام؟ تصبح لنا زائد ما لا نهاية هنا يوجد لنا تفسير هندسي في هذه النهاية ما هو التفسيرها؟ أن منحنى الدالة يقبل مستقيما مقاربا شاقوليا أو عموديا معادلته X يسوي لنا ناقص عفوا ناقص واحد وهنا كذلك بما أن حسبنا النهاية عند الواحد ووجدناها ما لا نهاية فنقول منحنى الدالة يقبل مستقيما مقاربا عمودي أو موزم حوار ثلاثة معادلته X هنا X يسوي لنا ناقص واحد وهنا X يسوي لنا واحد فقط أبنائي بدأ ما أنهينا من هذا نأتي الآن إلى هذه الحالة يقول أحدكم يا أستاذ وإذا جاءت هذه الحالة لكن قال X ينتمي إلى الواحد بقيم صغراء نصبح لكم هكذا X زائد 2 على X مربع قلت X مربع ناقص واحد لما X يقول إلى الواحد بقيم صغراء هكذا بقيم صغراء بقيم صغراء إذن في البسط نعوض بحلنا الثلاثة وفي المقام نجد صفر الواحد ها هو بقيم صغراء ها هي أنظروا ناقص كلمة ناقص معناه صفر ناقص ثلاثة على صفر ناقص بحلنا ما لا نهاية الزائد ها هو زائد في ناقص بحلنا ناقص أرجو قد فهمتم ثم بعدها يقول أستاذ وإذا كان نفس المثال وقال أحسب النهاية عند المالة نهاية فصبح لنا الليميت ماذا X هنا لو نعود صبح لنا مالة نهاية على مالة نهاية حالة عدم التعيين كيف نزلها أكبر حد على أكبر حد صبح لنا الليميت F1 لميت X على X مربع لما X يقول قلنا إلى مثلا إلى زائد مالة نهاية تصبح لنا من هنا نختزل ومن هنا نختزل صبح لنا الليميت 1 على X لما X يقول إلى زائد مالة نهاية سبح لنا 1 على المالة نهاية كم؟ إنه صفر نقول منحنة دال أف يقبل مستقما مقاربا أفقيا معادلته Y يسألنا كم؟ يسألنا صفر هذا هو أمامكم دائما إذا حسبتم النهاية عندما لا نهاية وجدتمها عدد قلوا أفوقي وإذا حسبتم عند العدد ووجدتها ما لا نهاية قلوا شاقولي أو عمودي نأتي الآن بعدها أبني إلى المثال هذا الذي بقي لنا هنا قال نهاية هذه 1 على X ناقص 1 لما X يؤلي إلى 1 هنا بقيم كبرى وبقيم صغرى لن نعود تعويض مباشر فماذا نجد نجد هكذا نجد هنا 1 على 0 1 على 0 ليس حددا تعيد بقى لأننا قضية حرب الإشارات ما علينا إلا إحداث الجدول الإشارات المقام لاحظوا وانتبئوا عندنا X ناقص 1 أين عادد فنقول من هنا نفس ومن هنا عكس لكن بما أن هنا وضع هكذا التربيع فالإشارة تصبح لنا كلاهما زائد لأن أي شيء مربع هو موجب إشارته موجب فماذا يحدث تصبح لنا 1 على 0 انظروا هنا من هذه الجهة زائد ومن هذه الجهة زائد فأصبح لنا 1 على 0 في كلا الحالتين تصبح لنا 1 على الصفر زائد وهي ما لا نهاية عندنا هنا زائد 1 في زائد ماذا تعطي لنا تعطي لنا زائد ماذا نهاية أرجو قد فهمتم والتفسير كذلك منحنى هذه الدلة إن كانت هو يقبل مستقيم مقارب شاقول معدلته وإكس يسألنا 1 هذا ما نسميه وفسر ذلك هندسي ينا بعدما أنهينا من هذا الجزء نأتي الآن أبنائي إلى هذا الجزء قالمة سبحانا هنا 1 وهنا ناقص 1 سبحانا في البسط 1 ناقص 1 0 والمقام ناقص 1 زائد 1 0 إنها حالة عدم التأيين اسمعوا هنا حتى ننظم أفكار أبنائي إذا كانت العبارة كثير هدود على كثير هدود ووجدنا 0 على 0 نفكر في عملية الاختزال إذا نفكر في عملية الاختزال زائد 1 أنشروا هذه أليس هي X مربع ناقص 1 على X زائد 1 لما X يقول إلى ناقص 1 اسمعوا ماذا يحدث أولا عندنا هذا مباشرة فماذا تصبح لنا limit X ناقص 1 لما X يقول إلى ناقص 1 عوض هنا تصبح لنا ناقص عوض تصبح ناقص 1 ناقص 1 إنها ناقص 2 أرجو قد فهمتم الفكرة إذن لما نجد 0 على 0 وكثير حدود على كثير حدود نفكر في اختزال فتخرج لنا عبارة هذه بسيطة ثم نعوذ فيها فنجد ها قيمة منتهية مباشرة نأتي الآن إلى الحالة الثانية الحالة الثانية كذلك أبنائي لو نعوذ هنا إذن هنا ننطلق رويدا رويد مع هذا المثال لاحظوا وانتبه لنعوذ تعويذ مباشر هنا بواحد وهنا بواحد سبحان في البسطة جذر أربعة كم إنه 2 ناقص 2 على 1 ناقص 1 إنه 0 على 0 يعني هذه الحالة حالة عدم التعيين كيف نزيلها أبنائي نزيلها لاحظوا وانتبه كيف نزيل هذه الجذور فيمكن أن نفكر في شيء اسمه المرافق تصبح لنا هكذا limit انتبهوا أرجوكم إذن قلت نفكر في المرافق لأن أعطت لنا صفر على صفر والأمر متعلق بالجذور يمكن أن نستعمل مباشرة المرافق المرافق اللي هو جذر قلنا x زائد 3 ناقص 2 وعندنا هنا x قلنا ناقص 1 نضرب الآن في المرافق ما هو مرافق هذا البصل هو جذر اسمعوا جيدا x زائد 3 ناقص زائد 2 انتبهوا وبما أن تقول القاعدة بما أن نضرب علينا أن نقسم على نفس العدد جذر x زائد ثلاث ثم زائد 2 وعيد أبناء لما تجد جذر وتجد صفر على صفر فكروا في المرافق سوف تصل نركز جيدا تسوي لنا هكذا هذه متطابقة شهيرة رقم ثلاثة لمن لأ ناقص ب في أ زائد بيصنع مربع الأول ناقص مربع الثاني يعني يصبح لنا مربع الأول وهو جذر x زائد ثلاث مربع ناقص مربع الثاني المقام نتركه له x ناقص واحد في جذر x زائد ثلاث ثم زائد اثنان هنا تساوي لنا لميت أي جذر إذا ربعناه يذهب تساوي لنا x هكذا زائد ثلاثة ناقص أربعة لأن هذا يؤدي لكم أربعة على x ناقص واحد ضرب ماذا ضرب جذر x زائد ثلاث زائد اثنان لما x قلنا يؤول إلى واحد جمع هذا مع هذا تساوي لنا لميت ثلاثة ناقص أربعة يساوي لنا x ناقص واحد هكذا أبنائي ضرب ماذا ضرب جذر x زائد ثلاثة هكذا زائد اثنان لم أفعل شيء إنما البسط يعطي لنا x ناقص واحد أحسبه جيدا يذهب هذا مع هذا مع قلنا دائما x يؤول إلى الواحد فماذا ينتج لكم أبنائي تصبح لنا تساوي لنا لميت البسط إذا اختزلنا هذا لا يبقى الصخر إنما يبقى الواحد على جذر x زائد ثلاثة زائد اثنان لما قلنا x يؤول إلى واحد آن عوض هنا بالواحد فماذا سوف تتحصلون تحصلون على واحد على جذر واحد زائد ثلاثة زائد اثنان تصبح لنا هنا كم جذر اربعة كم هو اثنان اثنان زائد اثنان يا أبنائي تصبح لنا واحد على اربعة إذن النهاية هذه واحد على اربعة لأن عوض هنا بالواحد في هذا المكان عوض بالواحد سبحنا جذر اربعة جذر اربعة كم هو اثنان اثنان زائد اثنان اربعة إذن واحد على اربعة هذه نهاية هذه العبارة فقط نحن من هذا المثال نأتي إلى limit cos x ناقص واحد على x لما x يؤل الصفر لو نعوض تعويض مباشر هنا صفر وهنا صفر cos الصفر معروف هو واحد ناقص واحد على صفر لهو صفر على صفر حالة هدم التعين كيف نزيلها ابنائي لما هنا لما وجدنا اسمعوا جيدا الجذور استعملنا المرافق وهنا لما استعملنا وجدنا كثير حدود على كثير حدود استعملنا الاختزال الآن هذه الحالة نجد صفر على صرف الدواء المثلاثية نفكر في شيء اسمه العدد المشتق فتصبح نركز الليميت انتبه جيدا نضع هنا قانون العدد المشتق الذي درستم يساوي للميت اسمعوا جيدا f لx ناقص f لx صفر على x ناقص x صفر لما x يقول إلى x صفر اسمعوا جيدا يساوي فتح dx صفر قد استعملتم هذا القانون في العدد المشتق ركزوا ماذا تقول ما هو x صفر هنا عندنا انظروا انه الصفر يعني هنا تضعونا صفر وهنا صفر وهنا صفر لو كان يحسب عند الواحد لقلتم هنا واحد وهنا الواحد وهنا الواحد الآن حيث ماذا f dx انظروا ما هي حيث f يا ابناء إنها cos x و f للصفر ما هي اذهبوا الآن إلى f وعوضوا هنا بالصفر وهنا بالصفر ماذا ثلثة حسنا cos صفر ما هو إنه واحد إذن نقول و الدال f قابلة اسمعوا جيدا للاشتقاق عند ماذا عند العدد الذي نحسب عند ما هو إنه الصفر ومنه ماذا نجد ومنه مصبح فتح لx صفر ما هو مشتق الكوس مشتق الكوس يا ابناء إنه ناقص sin x درستمها يا ابناء إذن ما علينا إلا أن تصبح لنا تساوي ناقص sin صفر وسن صفر ما هو إنه الصفر أرجو قد فهمت يعني بصفة عامة اذهبوا إلى هذا الجزء قموا باشتقاقه وعوضوا فيه سوف تجدون الجواب مباشرة أرجو قد فهمتم الفكرة يقول أحدكم يا أستاذ وإذا وجدنا العبارة مكتوبة على هذه الصيغة اسمعوا جيدا مكتوبة على شكل limit كوس x ناقص 1 على عفوا على 2 x لما x يقول إلى الصفر هنا حتى تفهموا جيدا في الأصل هي مكتوبة limit كوس x ناقص 1 على x وهنا مضربة في 1 على 2 لما x يقول إلى الصفر يعني هذا أضيفها بالنسبة إلى هذه ماذا أضيف أضيف الاثنان فقط استخرجوه لكن هل هذا الاثنان في البسط أو في المقام إنه في المقام إذا نصبحنا 1 على 2 لأن من هنا يخرج 1 ومن هنا 2 نصبحنا 1 على 2 وهذه قد حسبناها كم نهايتها انظروا إنها صفر تصبح لنا تسوي 1 على 2 في صفر 1 على 2 في صفر كم إنه صفر فقط أبنائي بعد أن أنهينا مع هذا المثال نأتي الآن إلى هذا المثال لميت سينيس X على X لما X يؤدي إلى صفر مباشرة صفر صفر تصبح لنا سينيس صفر هو صفر على صفر إنها حالة عدم التعيين كذلك بما أن الأم متعلق بهذه الدولة المثلاثية نفكر في العدد المشتق العدد المشتق أنه يصبح لنا لميت F لX ناقص أو مرة تجدوها دلة اسمها أش لX المهم دل F لX ناقص F لصفر على X ناقص صفر لما X يساوي لنا يقول إلى الصفر تساوي لنا F فتح لصفر حيث F لX هنا ما هي انظروا ما هي إنها سينيس X و F لصفر عوضوا هنا بالصفر F لصفر كم إنها صفر لهذا لا يظهر هنا عندكم ناقص صفر وهنا لا يظهر عندنا ناقص صفر لأن الصفر لا يظهر لما في العبارات إذن بعدها ماذا ما علينا إلا أن نقط ونقوم باشتقاق الدل هذه اللي F فتح لX اشتقوا السينيس ماشتق السينيس هو هو كوس أفوا وأنه هو كوس كوس X نعوض فيها وصبحنا تساوي كوس ماذا الصفر وكوس الصفر معروف أبناء إنه الواحد إذن نهاية هذه اللي هي لمت سينيس X على X لما X يقول إلى صفر إنها واحد يقول أحدكم يا أستاذ وإذا كان مثلما قلت هنا اثنان صبحنا هنا واحد على اثنان لأن هذا النصف كان موجود في المقام إذن نصف إذا كان هنا الاثنان معنا تصبح لكم هكذا تركزوا لمت إثنان في سينيس X على X لما X يقول إلى الصفر هذه كم تعطي لكم هذه تعطي لنا واحد واحد في إثنان واحد في إثنان كم يساوي إثنان إذا كان العدد موجود في المقام في يبقى في المقام وإذا كان في البسط يبقى لنا في البسط فقط بعدما أنهينا من هذا نأتي الآن إلى لمت جذر X مربع زائد واحد ناقص X لما X سألت زائد ما لنهاية هنا أكيد تعطي لكم ما لنهاية وهنا ناقص ما لنهاية إذن ما لنهاية مع ناقص ما لنهاية قلنا حالة عدم التعيين كيف نفكر أبنائي انظروا جيدا ما هو المعامل هنا هو واحد وهنا الواحد إذا كان المعامل واحد واحد أو المعامل هنا إسمعوا جيدا أمثلة إذا كان هنا المعامل أربع وهنا إثنان تخيل له هذا يخرج من الجذر بكم يخرج يخرج لنا بإثنان وهنا كم عندكم إثنان إذا كان هذا العدد إسمعوا العدد الذي يكون هنا إذا خرج من الجذر العدد ليس X مضرب هنا إذا خرج من الجذر كان يساوي لنا هذا العدد وكانت حالة دمتعين فكروا في شيء اسمه المرافق اسمعوا سوف تفهموا تصبح لنا تساوي لنا لميت مثلا يقول أحدكم إذا كانت عندنا هكذا 2x مربع زائد 1 ناقص x وقلنا x يقول إلى زائد ملا نهاية هنا تعطي لكم زائد ملا نهاية وهنا ناقص ملا نهاية هذا دمتعي لكن انظروا هنا المعامل كم وهذا إذا خرج من الجذر بكم يخرج يخرجنا بجذر 2 هل جذر 2 يساوي لنا 1 لا إذن هنا نكتفي في هذه الحالة بالعامل المشترك أما لما نجد هنا وهنا إذا خرج هذا العدد هنا كان يساوي هذا العدد وكانت حالة عدم التعين فكروا في المرافق حتى نختزل هذه الأمور فتصبح لنا المرافق ما هو هو هكذا هو جذر x مربع زائد 1 ناقص x ضرب جذر x مربع زائد 1 زائد x على المرافق الذي ضربنا فيه ما هو إنه جذر x مربع زائد 1 ثم زائد x هكذا لما x يقول إلى زائد ملا نهاية هذه قلنا إنها متطابقة الشاهرة رقم 3a ناقص b في أ زائد b فماذا ينتج صبح لنا هكذا انظروا تصبح لنا مربع الأول هذا لما نربعه ماذا يحدث للجذر يذهب تصبح لنا x مربع زائد 1 ناقص مربع الثاني هذا لما نربعه كم يعطي لنا يعطي لنا ناقص x مربع أما المقام لا نلمسه تصبح لنا x مربع قلت x مربع زائد 1 ثم هنا عندنا زائد x لما x يقول إلى زائد ملا نهاية أولا هذا مع هذا ذهب فماذا بقي بقيت لنا أنه limit ماذا 1 على جذر x مربع زائد 1 زائد ماذا زائد x لما x يقول إلى زائد ملا نهاية هنا مباشرة هذه ماذا تعتبر لكم ملا نهاية وهذه ملا نهاية ليس ح dess þام تعلي لأننا نحن عند زائل هذه تعطي لكم زائد ملا نهاية وهذه زائد نصبح لنا شخص على المال نهاية واحد على المال نهاية أم أي عدد على المال نهاية إنه صفر أرجو قد فهم uncomfortable إذا هذن هذه نهاية كم لأن هنا مال نهاية وهنا مال نهاية بالزائد نصبح لنا واحد على مال نهاية كم إنها الصفر فقط التفسير الهندسي منحنا هذه الدالة rencontدة يقبل مستقما مقالبا موازن المحور الفواصل أو هو بنفسه محورة معادلته ما هي أبنائي يسألنا صفر فقط بعد ما أنهينا من هذا المثال نأتي الآن إلى المثال هذا limit جذر x مربع زائد واحد زائد x لما x يقول لنقص مالانيه لو نعوذ هنا ماذا تعطي لكم نقص مالاني مربع هي زائد مالانيه وعوذوا هنا بالنقص مالانيه إنها حالة عدم التعيين ولاحظوا جيدا المعامل هنا وهنا كانوا متشابهان فمباشرة نفكر في المرافق سبحانه تسوينا limit عفوا إذن limit هكذا أبنائي سبحانه جذر x مربع زائد واحد زائد x ضرب مرافقه لهو جذر x مربع زائد واحد ثم ناقص x على جذر x مربع زائد واحد ثم عندنا عفوا ثم عندنا ناقص x لما x يقول إلى ناقص مالانيه إنها المتطابقة شهاد رقم ثلاثة a زائد b في a ناقص b سينا مربع الأول زائد ناقص مربع الثاني فهنا تسوينا limit مربع هذا لما نربعه كم يصبح فهنا x مربع زائد واحد وها ناقص مربع هذا دائما بالناقص لأنه متطابقة شهاد رقم ثلاثة سبحانه x مربع المقام يبقى هو 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 x مربع زائد واحد ناقص x لما x يقول قلنا إلى ناقص مالانيه ليس زائد مالانيه يذهب هذا مع هذا ماذا يبقى لنا لابقى لنا limit واحد على جذر x مربع زائد واحد ثم ناقص x هكذا لما x يقول إلى ناقص مالانيه الآن هل زالت حالة عدم التعيين قلنا x يقول إلى ناقص مالانيه نهاية نعم هذي ماذا تطي لكم تطي لنا زائد مالانيه اسمعوا limit جذر x مربع زائد واحد لما x يقول إلى زائد عفوا إلى ناقص قلنا دائما ناقص مالانيه ونطع لكم ناقص مالانيه مربع هي زائد مالانيه تحت الجذر سبحانه زائد مالانيه ناتي الآن إلى الممت الأخرى التي بقيت هذه limit ناقص x لما x يقول إلى ناقص مالانيه هنا عوذوا بالنقسمية نقسمية والناقس الذي كان يتبعها يسوي لا يزالوا زائد المالة النهاية إذن هذه زائد היא وهذه زائد المالة النهاية واحد على المالة النهاية ماذا سفرة ليس حالة لها Việt Fund كما يعتقد البعض هذا أصبح زائد مالاية وهذا أصبح لأن ناقس نقسمية واحد على المالة النهاية إنه مالة النهاية أرجو قد فهمتم هذه النوة هنا يوجد لنا تفسير هندسي لهو مستقيم مقارب وفقي معادلته إيج لكما يساوي يساوي لنا الصفر لأننا انطلقنا من ما لا نهاية وجدنا قيمة منتهية بعدها أبنائنا نأتي الآن إلى المثال هذا limit جذر 2x مربع زائد 1 ناقص x لما x سأقول إلى زائد ما لا نهاية لو نعوذ هنا تعطينا زائد ما لا نهاية وهنا ناقص ما لا نهاية حالة نمتعين هل نستعمل المرافق؟ نعم المرافق لما تجد الجذر يخرجكم في جميع الحالات أما في هذه الحالة يمكن أن نتخلى عن المرافق لماذا؟ لأن المعامل هنا كم إثنان لو يخرج من هنا صبحنا جذر إثنان والمعامل هنا كم واحد يعني جذر إثنان لا يساوي واحد بما أن جذر إثنان لا يساوي واحد فنفكر فيه العامل المشترك يا أبنائي لما تجدون هذا العدد ويخرج هنا تجدوا عدد لا يساوي العدد الذي يكون في هذا المكان لا تهتموا إلى ذي النقص اهتموا إلى هذا فأعلموا أن هنا يمكنكم التخلي عن المرافق مباشرة تستعملون ما نسميه العامل المشترك تصبحنا تساوي النقل لميت ماذا؟ اسمعوا جيدا ما هي الأعمال التي نقوم بها بالداخل تصبحنا ماذا؟ نستخرج إكس مربع عامل مشترك بالداخل ماذا يبقى لكم؟ يبقى لنا إثنان زائد واحد على إكس مربع ثم ناقص عفوا ناقص إكس لما إكس يقول إلى زائد ماذا نهاية؟ لم أفهم هنا بالداخل استخرج تخيلوا هذا إثنان في إكس مربع استخرج له إكس مربع المشترك ماذا يبقى له؟ إثنان أما الواحد هل يوجد له إكس مربع؟ لا يوجد تقول القاعدة إذا كان عندك عدد واستخرج منه إكس من البسطي فعوثه في المقام أعيد النشر هذا في هذا يعطينا إثنان إكس مربع وهذا في هذا يصبح لنا إكس مربع على إكس مربع كم؟ إنه واحد كأنما لم نفعل شيء أرجو قد فهمتم ثم هذا يخرج لنا من الجذر الكليا لأنه مربع سبحانا تساوي لنا لميت الإكس مربع معروف في الرياضيات أنه إكس مربع لما يخرج بنا الجذر دائما يخرج بالقيمة المطلقة لإكس فيصبح لنا القيمة المطلقة لإكس لأن هذا خرج في جذر ماذا؟ في جذر إثنان زائد واحد على إكس مربع ثم ناقص إكس هكذا قلت هكذا لما إكس يقول إلى زائد ملا نهاية لم أفعل شيء إنما استخرج إكس مربع إلى هنا وطبقت هذه القاعدة أنه جذر إكس مربع يساوي لقيمة المطلقة لكن بجواري اسمعوا بجوار زائد ملا نهاية لا تتعبوا لكم مباشرة تذهب لقيمة المطلقة إذا كان إكس يقول إلى زائد ملا نهاية فالقيمة المطلقة لإكس تعطيكم كم إكس لأننا نحن نعلم أن القيمة المطلقة لإكس تساوي قيمتها إما إكس أو ناقص إكس إكس إذا كان الإكس من جهة زائد ملا نهاية وناقص إكس إذا كان إكس ماذا؟ جهة الناقص ملا نهاية إذن هذا مباشرة نخرج لكم بإكس لأننا نحن بجهة زائد ملا نهاية فاصبحنا تساوينا للميت اسمعوا جيدا إكس في جذر إثنان زائد واحد على إكس مربع ثم ناقص إكس لما الإكس يقول إلى زائد ملا نهاية تصبح لنا تساوي لنا للميت الآن ما رأيكم أن نستخرج هذا وهذا عامل مشترك تصبح لكم هكذا إكس في جذر إثنان زائد واحد على إكس ناقص واحد لما الإكس يقول إلى زائد ملا نهاية يا أبنائي لم أفعل شيء استخرجوا هذا وهذا عامل مشترك إلى هنا هنا بالداخل تبقى لكم جذر إثنان زائد واحد على إكس وهنا لما نستخرج هذا يبقى لنا ناقص واحد انظروا الآن ماذا تحصلنا واحد على إكس مربع هنا أعذروني إكس مربع هنا أعتذر هنا إكس مربع ليس إكس أعذروني هنا إكس مربع هذا مباشرة واحد على إكس مربع عند الزائد ما يعطي لكم سفر على ماذا سوف نتحصل وانتبهوا تبقى لكم إذن تخيلوا هذا ذهب إلى السفر سبحانه جذر إثنان ناقص واحد جذر اسمعوا وفهموا جيدا إذن هنا بالداخل ماذا يبقى؟ يبقى لنا جذر إثنان ناقص واحد جذر إثنان ناقص واحد هل هي قيمة مجابة أم سريبة؟ إنها قيمة مجابة لماذا؟ لأن جذر إثنان هو واحد فاصل ناقص واحد سبحانه قيمة مجابة إذن تخيلوا هذا هذا قيمة كيف هي؟ مجابة وهذا عند الزيت من ماذا يعطي لكم؟ يعطينا مال نهاية في قيمة مجابة ماذا يعطي لنا؟ يعطينا مباشرة زائد مال نهاية عيد هذا الذي بالداخل ماذا تحصلنا؟ تحصلنا لأن هذا ذهب إلى الصفر تبقى لكم جذر إثنان ناقص واحد جذر إثنان ناقص واحد تحسبوا بالآله حسب تجدناها قيمة مجابة بالداخل الموجب وهنا الإكس يقول إلى زائد مالنا في الموجب سبحانه لنا زائد مال نهاية هل يوجد مالنا مستقيم مقارب وفوقي؟ لا يوجد في هذه الحالة فقط أبنائي بدما أنهينا من هذا الجزء نأتي الآن إلى الجزء الأخير قلم الجذر إكس ناقص واحد على إكس ناقص واحد لما إكس يقول إلى الواحد بقيم كبرى لاحظوا هنا وانتبهوا أرجوكم أبنائي لو نعوذ تعويض مباشر سوف نجد ماذا؟ سوف نجد صفر على صفر حالة عدم التعيين لاحظوا هنا وانتبهوا أرجوكم كيف نقوم بهذه العملية هنا يمكن أن نكتب هكذا limit جذر ماذا؟ جذر إكس ناقص واحد على نحن نعلم أبنائي أن إكس ناقص واحد ماذا يساوي؟ يساوي أن جذر إكس ناقص واحد في جذر إكس ناقص واحد بحيث إكس يكون يقول إلى الواحد بقيم كبرى معناه لو نأتي إسمعوا جيدا حتى تتفهموا لو نأتي إلى إكس ناقص واحد ونضع لها جذر الإشارة من هنا نفس ومن هنا أكس نحن نتحدث لما يكون إكس أكبر من الواحد يعني في هذا المكان تكون القيمة كفهية موجبا وأي عدد يكون موجب يمكن أن نضرب جذره في جذره أعطيكم مثال مثلا إثنان ما هو؟ هو جذر إثنان في جذر إثنان لاحظتم؟ لأن الإثنان قيمة موجبا إذن مباشرة يمكن أن نأتي بهذه القيمة ونعوضها هنا أسمح لكم كم؟ أسمح لنا جذر إكس ناقص واحد في جذر إكس ناقص واحد لما الإكس يؤرقنا إلى الواحد بقيم كبرى اسمعوا ماذا يحدث بهذا بها مع هذا فماذا يبقى لنا هنا فيه؟ يبقى لنا interviews 1 على الجذر إكس ناقص واحد لما الإكس يقول إلى الواحد بقيم أكبر الآن ماذا يعطي لكم؟ لو نعود تعويل مباشر تصبح لكم 1 على صفر زائد واحدة على سير زائد كم إنها زائد بالنهاية هذه النهاية زائد بالنهاية فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء أنا بالصحة والعافية والطرحة على الرحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على فيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جددانا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته